السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في محاضرة عن الزكاء الصناعي. اه ليه عزيم الشرف طبعا ان انا اكون متواجد اه في محاضرة مع معهد هندسة التكنولوجيا التيران واشكر اه الدكتورة اجهاد على تحت الفرصة. دي المحاضرة دي بمناسبة اليوم العالمي للامارة وهو بيكون اول اتنين في شهر اكتوبر. كان السنة دي يوم سبعة اكتوبر. والاتحاد الدولة المعمريين رفع شعار عمارة من اجل الاجيال القادمة. عشان تكون دعوة لتخطيط وتصميم مدن انسانية اكثر خضرة وصديقة للبيئة. انا اسمي عمر سليم. وان شاء الله هنبدأ معكم في تعريف الزكاء الصناعي وايه هو وايه انواعه. وبعد كده هنتكلم ازاي انه هنستخدمه في مجال العمارة. طيب الزكاء الصناعي بقى حاجة اساسية يعني مش خيال علمي مش حاجة لسه بنفكر هتحصل ازاي. لكن هو موجود حاليا في كل مبايلات حاليا يعني كل مبايلات بقى فيها لما الايفون بيبقى فيه سيري الاندرويد برضو جواه زكاء الصناعي ممكن تسطب اي تطبيق هتلاقي فيه الزكاء الصناعي عندنا كوبايلوت عندنا شال جي بيتي عندنا جيميناي حال كترا جدا. السيارات زيتية كادة بقت موجودة في اغلب في الشوارع كتير دلوقتي. دلوقتي ممكن مسلا العاب كتيرة بيبقى فيها زكاة الصناعي. لايما انت تلعب قصادة زكاة الصناعي لايما بيكون مساعد ليك. دلوقتي فيه بيوك كتير جدا بيبقى فيها جهاز بيحوالها لزكاء الصناعي تقدر تحكم في كل حاجة في البيت فهو بقى حاجة موجودة نحاول ان احنا نتعامل معاها ونحاول ان احنا نتفهمها ونحاول انها تكون صديقة لنا مش منافسة لنا طيب ايه هو الزكاء الصناعي لو احنا جاينا كده استمناها زكاء يعني فتنة بقدر الصرف مع الحاجة بقدر ان انا اتعامل مع الحاجة لو في اي مستجدات حصلت اقدر ان انا اتعامل معها طيب الاصناعي ان الكمبيوتر يحاول يفكر زي الانسان يعني الالة تحاول ان هي تحاكي العقل البشري وتفكر زيه وتكتشف وتستفيد من تظاهره السابقة يعني ممكن يكون في برنامج مش زكي او يعني برنامج عادي برمجت على شوية حاجات لو لقى حاجة جديدة بش يقدر يستطرف معها انما مع الزكاء الصناعي في حاجة جوا الزكاء الصناعي اسمها التعلم الالي يتعلم من كل حاجة انا بعملها اول ما بعمل حاجة بيبدأ ان هو يخلي باله ويبدأ ان هو يتعلمها ويبدأ ان هو يضيفها للمهارات اللي هو يعرفها فقدرة الالة على العمل والتفكير زي الدماغ البشري دي هي الزكاء الصناعي طبعا من الزكاء الصناعي ليه بداية قوية جدا من اهمها اسناء الحرب العالمية التانية الان تورنج اخترع الالة تفك شفرة الكود اللي المانيا كانت عاملها المانيا كانت عاملة كود معين شفرة معينة مكنوش عارفون يفكوها او كانوا يفكوها بعد اسابيع وهي بتتغير كل يوم فما كانش حد قادر يفهمها فلذلك اخترع الالة بحيس انها تفكر وتفك الشفرة على طول بحيس ان هما يقدروا استفادوا منها ودي كان من اسباب ان هما كذبوا الزكاء كذبوا الحرب العالمية التانية وبرضو استضام الزكاء الصناعي في تطوير المعادلات في الكنابل اللي لقيت على الهرشيما وينها جزكي من ضمن الحاجات برضو القوية في تاريخ الزكاء الصناعي 1097 فيه كمبيوتر اسمه ديب بلو ده حسب خارج اي بي ام عملاته تغلب على بطل العالم في الشترنج ودي كان حاجة قوية جدا وساعتها بطل العالم في الشترنج قال افضل حاجة ان انا وزكاء الصناعي نعمل تيم فريق مع بعض ونفكر مع بعض لكن الانسان هو اللي ياخد القرار يعني زكاء الصناعي يفكر معي ويدينا احتمالات وا 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 لكن اللي ياخد القرار هو الانسان يعني لو فيه مثلا اه اه هنصمم بيت يبقى زكاء الصناعي يساعدني لكن اللي ياخد القرار هو الانسان لانه هو ممكن زكاء الصناعي يكون بيفكر في حاجة بش صحيحة فلازم انا افهم منه ويفكر في ايه وانا اللي ياخد القرار ممكن يعني يقول لك انا اعمل بيت حلو قوي بس ما فوش بواب والشبابيك مش عايزين ان نختلط بالجرن مثلا. فباش عايزين اي افتكاسات عايزين نبقى لحاجة كده ايه نستفاد من القوة بتاعتها من غير ما نندر نفسنا. قال لان تورنج كان عمل اختبار قالك لو انا اتصلت بحد وعدت تتكلم مسلا نصف ساعة وما اكتشفتش ان ده قيلة يبقى ده كده نجح في الاختبار. برضو مدام من تاريخ الزكاة الاصناعي اللعبة اسمها ويكي. طبعا النقط الصيني مش مسكنه فمش عارف متنس ازاي. الشترنج بيبقى فيه كل قطعة بتحرك عشرين حركة انما اللعبة دي بتبقى متين حركة. فالناس المبرمجين للعبة دي مش عارفون القواعد يعني اللعبة دي مش مشهولة في امريكا مشهولة في الصين. فاللي برمجوها مش عارفون القواعد. طب برمجوها ازاي? ما برمجوهاش. اما خلوه يتفرج على اللعبة كتير جدا مبارك كتير جدا. بحيس يستمتج القواعد بتاعت اللعبة. يستمتج الخطط يستمتج كاسة لحد ما يقدر فعلا ان هو يغلب بطل العالم في اللعبة ديت. وكان ده يعني كان هو الصيني لعب حركة معينة كان رقمها ستة وتلاتين. فالزكاة صناعة لعب حركة سبعة وتلاتين. هم حاسوا انها الحركة غبية او هتخسروا اللعبة. لكن في وجه انه ابتقر حاجة ما كانوش فكروا فيها وما كانوش يعرفوها وما برمجوهاش. خليته كانو مثلا بيضحي بالوزير عشان يقل الملك. زي الشطرانج كده. فالحركة دي قعدوا يستغربوا ازاي ازاي خطأ اخطأ خطأ كبير زي كده لكن الحركة دي خلته هو اللي كسب في زكاة الصناعية كسب في اللعبة ديت. فالزكاة الصناعية ضيق اللي هو بيشتغل على الحاجة واحدة زي ان هو يلعب شطرانج او يلعب اللعبة الصينية. في زكاة تانية اللي هو بيقدر يعمل حاجة كتير جدا زي الشان زي بيتيه. وفيه الزكاة الفائق ان هو يفكر افضل من اللسان ده لسه موصل نهوش. وربنا يستر. طيب من دمن الحاجات اللي هو الزكاة الصناعية التعلم الالي. التعلم الالي عبارة عن ايه? ان الالة تتعلم منك. وكل ما بتعمل حاجة بتبدأ التعلم منك. ممكن تدي له كمية كبيرة جدا من ديتا هو يقدر ان هو يفهمها ويتعلمها. دي حاجة مهمة جدا. لان هو ممكن يتعلم حاجة احنا نفسنا ما نعرفهوش. تمام يعني احنا مش واخدين بالنا من حاجة معينة هو يخلى بالهم منها. طب ازاي? في عندي تلات انواع. انواع كتيرة لكن هم اهمهم تلات انواع. ان انا ادي له الحاجة واقول له دي كزا. واددي له حاجة تانية واقول له دي كزا. وابدأ ان انا اشرح له حاجة حاجة. وفي ان سوبر فاست ليرنينج ان انا بدي له ديتا كتير جدا. وهو يبدأ ان هو يقسمهم لي. وانا بس ادي له لابل او ادي له اسم الحاجة يبدأ ان هو يشوفه. في نوعه تاني ان انا سوى يلعب. يعني خليه يبدأ ان هو يشوف الحاجة. ويجرب ولو اخطأ بيخسر نقط ولو كسب ياخد نقط وبكده هو يبدأ يتعلم مع نفسه. ان انا ادي له تفاح وقول له ده تفاح. ادي له موز وقول له ده موز. كل حاجة ادي له الاسم بتاعها فلو ديته حاجة جديدة يقدر نوعه اتعرف عليها. الان سوبر فاست ليرنينج انا بدي له كل حاجة. وهو يبدأ ان هو يقسمهم. وانا بس ادي له لابل بحس انه بعد كده يتعرف على الحاجة بسهولة. تمام. ده ممكن ادي له مثلا السوبر فاست ليرنج ادي له بيوت معينة. اقول له ان دي فيلال. وبيوت تاني اقول له ان دي بيوت ساكنية او بيوت عمل او مكاتب. فيقدر ان هو يفرق بينهم لو اديته اي سورة تانية. الان سوبر فاست ليرنج بدي له كل الصور ويبدأ يحطوهم لي في مجموعات ونبدأ افرق بينهم. زي مسلا ده برنامج بسيط جدا ما فوش اي حاجة خالص غير ان انت بتاخد كمية كبيرة من الصور. تمام ممكن تشاغل فيديو وتخلي صور صور كتيرة. وتقول له دي كزا. يعني مسلا صورت صور كتيرة جدا. وقلت له دي صور حمام سباحة. وصورت له صور كتيرة جدا. وقلت له ده بحر. وصورت له صور كتيرة جدا. وقلت له ده النهر. بحيس بعد كده ما تدي له صورة يبدأ ان هو يفرق. هنا مسلا الرجل استخدامه في ان هو يقول له دي انواع النباتات. ممكن واحد تاني يقول له ان دي انواع الامراض اللي بتسيب النباتات. اول ما بتبدأ تشغل الكاميرا بيبدأ ان هو يتعرف على الحاجة. وفيه تطبقات كتيرة جدا بالشكل دوت. هو بيبدأ يتعلم مع نفسه ومع ان انت كل ما بتصور صورة بتقول له نوعها ايه. فاصبح عندي برنامج متخصص في حاجة زي كده. فدي تكنولوجيا عالية جدا. ممكن مسلا تصور الفاكهة المصابة والفاكهة السليمة. ويبقى عندك خط انتاج مصنع اوتوماتيك بيبدأ ان هو يحط الحاجة السليمة في ناحية واللي مش سليمة في ناحية تاني. فليه استخدامات كتيرة جدا وبسهل جدا في استخدام. الحاجات دي زمان كانت محتاجة كمبيوترات عالية جدا. محتاجة برمجة عالية جدا. دلوقتي زي ما تشايف البرنامج محتاجناش ان احنا نبرمج حاجة. احنا بدي له صور وخلص. طيب التعلم العميق ان هو بيكون فيه خوارزميات معينة افكار معينة يبدأ ان هو يتعمق في الحاجة. بيبقى فيه خلايا عصبية كتيرة موجودة زي الخلايا العصبية الموجودة في الانسان وان كانت ابسط. بحيس ان هو يقدر يستمتك حاجات احنا نفسنا مدبر مجنوش عليها وما ننروش عليها. فده حاجة جوة المشين ليرنينج. يعني عندي زكاة الاصطناع العام ارتفايشيال انتليجنس وبعد كده ديب ليرنينج التعلم العميق. ديب ليرنينج بيحتمد على الخلايا العصبية بتكون تبدأ تدلو اي صورة فيبدأ ان هو يكتشف فيها ويبدأ يقول ان دي مسلا بقرة وخلفها كذا وخلفها كذا. من خلال الخلايا العصبية بيبدأ يحلل اي معلومة بالجيل ويبدأ ان هو يستمتك حاجاتي. طيب التعلم المعزز. ان انا بخليه يرائب الحاجة ويبدأ ان هو يلعب ويجرب ويبقى فيه مكافأة وفيه عقاب. لو فيه مكافأة يبقى يكمل لو فيه عقاب هيقف. زي اللعبة دي. لعبة ماريو احنا ما ببرمجنوش عليها وما قدنوش امتى يكسب ولا بتاع لكن هو لما بيخبط في حاجة ويكسب بيتعمد ان هو يعملها تاني. لو خبط في حاجة ومات يبدأ ان هو يتجنبها تاني مرة. واحنا ما عرفنوش حاجة في اللعبة دي. احنا مجرب بس خلينا نلعب هو بيبدأ ان هو يكتشف. طيب اذا كان صناعي بقى جوة المجال القطاع المعماري باعتمد ان انا عندي خوار رزميات. بابدأ برمج على الحاجات معينة عشان يفهم الحاجات المعمارية. وعندي بيج داتا. يعني لو انا ما عنديش داتا قوية. ما عنديش معلومات كتيرة. ما عنديش نمازج كتيرة ضربوا عليها. بيش هيقدر ان هو يفهم كل حاجة. يعني لو انا مسلا عمل برنامج يكتشف اذا كان تتحمل السباحة ده فيه غرق او مش غرق. لكن الناس بتحمل السباحة ماردوش تشاركوا البيانات الخاصة بتاعتهم. هو ما تبرمجش عليها. فيحصل عنده ضعف شوية او مش هيقدر ان هو يكتشف في الحاجة. انا بديكم سان. يعني لو انا برمجته يعني واحد يقول لي مسلا لا ده هو مش كاف كزا. لان هو ما تضربش عليها. لو تضرب. لو ديته لوح كتيرة فيها اخطاء. وقولت له اخطاء ايه وبدأ يتعلم عليها يبقى قوي في النقطة دي. فهي الفكرة كلها ان هو يتضرب بشكل قوي. يعني هو اصبح قوي في المجال الطبي. نتيجة ان مستشفاك كتيرة مضوا عقد وبدأوا ان تشاركوا البيانات بتاعت الداتا بتاعت المرضى. فهو ده اللي خليها يبقى قوي في المجال الطبي. تمام? فهم الاتنين موجودين هيبقى عندي قوة جدا في الزكاية الصناعية ده مثلا اهيه? ده موقع ممكن تجربه. كل عليك ان انت هترسب مثلا الفلور. ولو عندك فويد هتقول له انا عايز اعمل فويد. عندك مدخل هتقول له المدخل من نحية دي شباك من نحية دي. فيبدأ يعمل لك تصميم بالشكل دوت. وبعد كده ممكن ان انت عايز تعمل تحليل للنارة وتحليل للهوة كل الحاجات دي سهل جدا ان انت تعملها. طيب من ضمن الحاجات القوية جدا اللي هو الزكاية الصناع التوليدي. ان انا ممكن ادليه داتا وقل له ولد لي حاجة مش موجودة. يعني ولد لي تصميم لفيلا مسلا معينة. او ولد لي تصميم اعتمد على بيانات زوها حديد. زوها حديد ناس كتير هضربوها عليها. فعشان كده هيديك نتيجة قوية. انما لو اديته اسم عماري ممكن يكون قوي لكن مش مشهور مش معروف ما تضربش عليه. هجيب لك حاجة مش هتعجبك. يعني الناتج نفسه مش يكون قوي. ده مسلا ده تحليل لمخاططات مصنع. ده العمل تحليل دوت ناس مصريين شركة اسمها كونيكس. عملوا تحليل مشاريع هندسة معمارية في فترة طولة جدا. فاصبح حاجة قوي جدا. يا ريت انت تدخل وتجرب. ساب لكم اللينك هنا. وساب لكم اليوتيوب بحيس ان انتم تجربها بنفسكم. تقدر تختار قطعة ارت تمام? وتقول له انا عايز اقسم الفيلا. فيبدأ يعمل لها تخطيط ويبدأ يشوف انت مسلا عايز يكون فيه اربع سلاير او اربع غرف نوم او صالة او مطبخ مطبخ يبدأ ان هو يعمل لك الحاجة ديت. هو بيبدأ يعمل تصمات كتيرة جدا ويكترحهم عليك وانت تشوف افضل تصميم. بعد كده ممكن نصدرهم لك اوتوكاد وبيدي اف زي ما انت عايز. ده تصميم برضو طابعة شركة كونيكس. برضو دراسات بقية. ومن خلال التصمات البقية دي قدروا يوفروا بنسبة ثمانية وثمانين في المية من الطاقة. لانهم قدروا يعملوا دراسة لاشعة الشمس والحرارة. دي برضو احد التصميمات. خلينا كمبيوتر يصمم لنا افضل تصميم للدرون. برضو خلنا يعمل بعض التصميمات للكباري. افضل تصميم لكبري. افضل تصميم لسد. فيبدأ يعمل تصميم ويعمل له محكاية ويبدأ افضل واحد فيهم هينجح في الحاجة دي. افضل تصميم مثلا الحاجز او الحيطة او 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 او. فيه حاجات كوي جدا ان احنا نقدر نستخدمها عشان نقدر نوفر وقت في التصميم ونعمل تصمات قوية ونقدر اتأكد منها. ممكن تعمل تصميم لكن ساعة التنفيذ تلاقيه مش بيقدل غرض. طيب من دين الحاجات الكوية في الذكاء اللي صناعي واللي ومنتشرة جدا واللي الناس تستخدمها large language model او اللم. زي شات جي بي تي. شات جي بي تي. انا بس اضمه كتير جدا يعني ما بيعدش يوم غير لما الواحد بيدخل يستخدم شات جي بي تي او البدل بتاعته جيمي لاي كوبايلوت الحاجات دي كلها. الجميل ان انت بش لازم بتكتب كود. انت بتكلمه بالصوت يعني بتفتحه وتكلمه صوت او بتكتب له كلام عادي ويبدأ انه يجاوبك. يعني كان فيه مشروع. في بلد تانية فانا البلد دي انا يعني معرفش الثقافة بتاعتها. فقالت له طب هاتلي البلد دي انا عايز اعرف الاهم حاجات المعمرية اللي موجودة. طب حلال لي اللوجو بتاعهم او حلال لي الاعلام بتاعهم عشان اشوف ايه المفردات اللي ممكن احولها لحاجة معمرية. فالحواسيب اصبحت تقدر تعتمد عليها اصبحت قوية غير الاول فتقدر تعتمد عليها ان انت تخليها تعمل لك اه تصميم. طيب خلنا نشوف الحاجة دي لسه جديدة. اللي انا اهرها لكم دلوقتي لسه من كم يوم. تمام. اه هنا بالزكاء الصناعي تقدر ان انت تستعين بيه في ان انت تدي له اه لوح كتيرة وتقول له اكتشف لي الاخطاء اللي موجودة في اللوح تيجت. وده بش اللي احنا بنطمح لي احنا هنطمح لحاجة اعلى من كده بكتير. تمام? اللي بعتلي الحاجة دي المهندس مصطفى جبر. صور طيب. فانت ممكن بعد كده ترفع له لوحة معينة وتقول له يوجد لي الاخطاء دي. حتى لو اعطالي صورة او او اي حاجة يقدر ان هو يفهمها وقريبا هتكون موجودة. آآ جوة الجوة 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 كل البرامج الهندسية. تمام? فدي بعت حاجة موجودة. دي لسه نازلة قريب من كم يوم. طيب عندنا دي امثلة للحاجات كلنا سيب لكم الباوربوينت بحس لو حد حابب ان هو سفد منها. ومسلا في موقع اسم كاتب ده موقع بالعربي. فاذا كنت صناعة زي ما شفنا كونيكس في كاتب في مل مل في موقع كثيرة جدا اللي عملها عرب ومصرين زي انا. فيا ريت نحن هنبدأ نشوفها. في كاتب وفي اونس دوت اي اي وفي عرب جي بي تي تقدر تجربهم وتشوف ان الديك نتيجة افضل وتعتمد عليها. طبعا في موقع كتيرة جدا بتدي له تيكس تديك صور ويديك فيديو. يعني اصبح ممكن تدي له صور وممكن تدي له فيديو. قريبا هتدي له الكصة ويطلع لك فيلم. يعني انا شفت حاجات قوية بتدي له برامج بسيط. كتبت له مثلا اسم كصة. تمام? اه رجال اه رجال من الشمس او رجال في اه لغسان. اعمال لي فيديو. اعمال لي فيديو بيحكي الكصة. انا محكت لهش الكصة. انا اديته اسم الكصة وهو دور عليها وبدأ يعمل لي فيديو. في حدو اربع خمس دقيق. فكت حاجة مبهرة جدا جدا يعني فوق الوصف. فدي الفكرة بقى ان انت ازاي هستخدمها في الهندسة في الحاجات المعمارية. اه في موقع كتير ادي اللي احنا نتكلم عليها. ده من افضل موقع اسمه بروم اي اي. الموقع ده ممكن نديله شخبطة حاجة مرسومة بالاروموسوس. يعمل لها رندر بشكل رائع. بروم اي اي. تمام? كل عليك بس ان انت تدخل بالحساب بتاعك بالاكونت بتاعك. تمام? اهو. وتبدأ ترفع له اي صورة عندك. يبدأ ان هو يعمل لها رندر سواء من منظر داخلي موقع خارجي. سكيتش. تيكستو فيديو. كل حاجات دي بيبدأ ان هو يعملها لك. تمام? فده من افضل موقع اللي انا بعتمد عليها. فيه شغل كتير جدا. اهو. دي مسلا انا رفعتها له بالشكل دوت راح عمل لها رندر عالي جدا. ممكن تعملها شير ممكن تعمل لها برفيو داونلود قبل ان تعمل لها داونلود. ممكن تعمل لها ايدت. قل عليك ان انت بترفع الصورة. خلينا نشوف كده مثال. دي لها دوت الزكاة الصناعة حيات. ممكن تقول له سكيتش رندر. تدي له صورة بسيطة خالص يبدأ ان هو يعمل لها الرندر بتاعها. يعني دي مسلا دي الصورة اللي انا كنت بعتها. تمام? بقى دي بيوريك الاكسامبل الصور اللي هو بيعملها. الاسد. مجرد ان انت بترفع اي صورة بيبدأ ان هو يعمل لها الرندر بالشكل دوت. يعني دي كده حاجة ابد واسود هو اول طول مثلا دخل لها منظر قديم. فبقى قبل منظر قديم. في حاجات تاني اول طول خليها كارنها كاميرا حديثة. فبيبدا ان هو يعمل لي الاشكال زي من عايز. ومنظر داخلي وخارجي زي من تعيز. دي كلها مواقع كتيرة جدا تقدر انت تجربها. ادوب فاير فلاي. ده موقع طبع شركة ادوب. ففي حاجة كتيرة جدا. يعني ممكن ترفع له مسلا سورة واحد. قول له لباسه جلبية لباسه بدلة زي من انت عايز. ممكن ترفع له صورة كون فيها جزء صغير وتقول له تكبر لي الصورة يبدأ ان هو يجيب لك حوالين الصورة. ده موقع اسم ستايلر برضو حبيت شغل بتاعه بيعمل شغل عالي جدا. فهو محتمد على ايه? برومت. برومت يعني ايه? ان انا باكتب له كلام. لو انا مسلا عايز اعمل صورة. مارلوش اعمل لي فيلا وخلاص. اقول له فيلا على الطراز المسلا المماليك. زي بين الاسرين. يعني وصف له الحاجة. وقول له الستايل. وقول له نوع العدسة بتاعت الكاميرا. وهيصورها مسلا عن النملة. عن النسر زي ما انت عايز. ابدأ ديله الوصف. عشان يديك شغل كويس. وقول له تخيل ان انت مهندس معماري. واسأل السؤال انت عايزه. كلمة تخيل ان انت مهندس معماري دي تفرق كتير جدا 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 في الشغل بتاعهم. ده برضو موقع حلو قوي. تقدر انت اتجربه. بيعمل لك صور هايلة. تمام? ده عملناه في جامعة المنصورة. لان احنا ادينا له صورة اللي هرم. وقالنا له تخيل ان فيها جليد. ودينا صورة لجامعة المنصورة. وقالنا له تخيل انها تعاملت باكتر من الماتيريا المختلف. فبدأ انه يعمل حاجة بشكل رؤى. ده كان تحت اشراف اه الدكتورة ممنى الوزير. ايه اللي شجعتنا ان احنا نعمل تجرب كتيرة واداتنا الفرصة ان احنا اه نطور في الشغل بتاعنا. طيب ده بقى حاجة راوعة جدا يعني انت بش تخيل غلما اجربها بنفسك. اللي هو بتستفد ان انت بتقول له انا عندي مثلا اه حيطة ارض وعايز اقسمها. فبيبدأ يعمل لك تقسمات كتيرة مختلفة. وانت تبدأ ان انت تجرب وتشوف اني واحدة فيهم. ويقول لك كل واحدة في هم هتبقى احسن للبيئة احسن لكذا. اتقدر تكسب منها اكتر. فبيعمل لك مليون تقسيمة وانت تبدأ تختور وتبدأ تقول لا انا مش عايز الشكل ده انا عايز الشكل دوت. فالحاجات دي لو هتجيب حد يعملها لك ممكن يقعد سنين عشان يعملها لك. ده بيعملها في سويني ويبدأ يعمل لك كذا حاجة. وهو اوتوماتيك بيعدل يعني لو انت قلت الحيطة دي هتبقى حديقة يبدأ يطرح لك من المباني ويبدأ يقسم لك الغرف ويعدل لك المساحات. هنشوف في فيديوهات لكده هتلاقي المضوع اقوى جدا. هنا بتقول له انا عايز المبنى هوت طب انا عايز اغير فيه تقدر ان انت تشتغل عليه. كل الحاجات دي بيش محتاجين برمجة. كل هنتكلم فيه النهارده بيش محتاجين فيه اي برمج خلص. فتقدر تقول له طب انا عايزك تكبر حاجة معي. انا عايز كل غرف الاستقبال اتنين متر في اتنين متر فهو يعدلون لك كلها مرة واحدة. ويجيب لك دراسة التأثير الحاجة اللي انت عملتها على المباني والسكن الحاجات دي كلها. هنا مثلا اول ما بتعمل اي تعديل سواب بيبدأ ان هو يعدل لك كل اللي جوه. يعني انت مثلا صغارة الحمام فهيبدأ يلغى حاجات من من الفيتشر الموجودة. تمام? بالشكل دوت. هنا برضو فينش سري دي. بتبدأ تديلو كتعة ارض وكل ما تغير كل حاجة بتتغير زي ما انت عايز. يعني مش تلاقي نفسك نسية ان انت تضيف حاجة. هو اوتوماتيك بيدف لك كل حاجة. ويبدأ يقسام لك الغرف. ويبدأ يدف لك غرف. ويبدأ يفكر معك بشكل حلو قوي. تمام? اول ما بتغير المساحة كل حاجة بتتغير. يعني لو ركزت على اي حاجة كل التأثير بتغير. اربع متر غير تلاتة متر وهكذا. ده موقع اسمه فورما اي 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 ده تبع اوتو ديسك. وده بيتكمل مع الريفت وقوي جدا جميل جدا. عملت عنه فيديوك كتيرة فهتلاقي الروابط هيت. تمام? مع البرسنتيشن. تقدر ان انت تجربهم وان شاء الله يعجبوك. بتديلو كتعة ارض وتقول له طب انا عايز اشوف تأثير السي اوتو. تأثير الضوضاء. تأثير ان انا عايز اشوف كم مبنى. هيشوف مثلا برج القاهرة او اي مبنى مميز قريب. هيشوف البحر. فيديك تأثير كتير جدا. ويقول لك ده افضل تصميم اللي من خلاله كل شوية تشوف البحر فبسعرها اغلى. ده برضو تبع شركة اسمها الفا بت اللي هي الشركة بتاعة جوجل. بيستخدم الذكاءة الصناعة في ان هو يعمل تطوير للتصمات والتطويرات الحضارية. فالناس اللي شغالة في تصميم المدن هيجبها جدا الموقع القوي دوتس. بالذكاءة الصناعة تقدر تعمل تأثير كتير جدا للمباني. عندنا برضو الموقع ده تقدر يعمل لك تحليل اضاءة والطاقة والصوت وراحل حرارية كل حاجات دين. اي تغيير هتعمله هيكون تأثيره ايه على المباني اللي جوه وتأثيره على آآ راحة الانسان. ده وردو بيعمل لك تصميم لي الفلور بلان بطريقة سريعة جدا ويوفر معك الوقت. ده بيعمل لك دراسة للاشعائية وتصميم الواقع. كل حاجة هتلاقي رابط الموقع ورابط اليوتيوب لو انت حابب ان انت تتفرج على اليوتيوب تشترك في القناة زي ما انت عايز. برضو هنا اعمل لك تصميمات كثيرة جدا بدل ما بتاخد وقت. يبدأ يوفر عليك الوقت. ده موقع سمدشتة البلوف فوم. كلمت معاهم بدوني. صلاحيات يعني ان انا هستخدم الموقع بتاعهم في فترة. لو انت طالب بحاول انت بقي ميل الجامعة تقدر تاخد نسخ تجربية من كل البرامج اللي موجودة ومن اوتو ديسك ومن ادوب فالميل بتاع الجامعة بيفرق كتير جدا معك. ده موقع مثلا تقدر تقول له انا عايز تصميم كزا. فزي شاس جي بيتي لكن انا بش هيرد عليك بكلام هيرد عليك بتصميمات معمارية يعني يعمل لك فيلور يعمل لك سيكشن يعمل لك تصميمات جميلة جدا. هنا لو انت مصمم حضاري فتبدأ تديره كتعة الارض ويبدأ يعمل لك تأسيمات حلوة جدا عليها. عندنا مثلا ماس موشن ده بتديره المول مثلا فيبدأ يعمل لك دراسة لحركة الناس هل انت محتاج تضيف باب محتاج تضيف مصار اخر وده بيستخدم في الحرم المكي والمدني وبيستخدم في الاستدادة التدكورة على الحاجات دي كلها. بس انا الصراحة بيستخدم برنامج تاني اسمه اني لوجيك. اني لوجيك حلو جدا وشرحه وبالتفصيل على القناة بتاحتي. هنا ممكن تديره مثلا حاجة اسمها جنالاتف دزاين. جنالاتف دزاين دي محتاجة محاضرة كاملة لوحدها ان انا بديله حاجة معينة وقول له يبدأ يعمل لي تصميم كتير جدا. زي مثلا ايه ادلو عمارة وقول له اعمل لي اكتر من تصميم فيبدأ يعمل لي تصميم كتير جدا. جنالاتف دزاين. ممكن ادلو غرفة وقول له اعمل لي توزيع الكراسية. ويعمل لي تصميم كتيرا وانا اقول له انا مش عايز التصميمات اللي يكون فيها شكل دائري او شكل مربع وابدا اختار التصميمات اللي انا عايزها. زي كده ان انا بيعاني تصميم كتير جدا وابدا اختار الاشكال اللي انا عايزها واقول له استثني او الغي التصميم اللي انا مش عايزه وديها على فكرة موجودة في الريفت بس لازم تكون نسخة بتاحتك اصلية او تعليمية لو عندك ايميل جامعية هتلاقي فيها المقصة ده برافايم بيبدأ يديلي تصميمات كثير جدا وكل واحدة فيهم بيقول لي دي هتبقى كم غرفة دي المكسب بتاعها يبقى كذا ويبدأ يديلي تصميم وانا ابدأ اختار او استثني اللي انا مش عايزه وتقدر تعمل حاجات دي من خلال الدينامو او من خلال يعني الريفت جوا حاجة اسمها الدينامو الجراس هوبر ده جوا الرينو تمام هنا الفيديوهات الشرح وانا فيديوهات الشرح لكن خلينا شوف بقى حاجة جديدة لسه نازلة جديدة في الرينو ده عبر عني ان انا هنا بكتب هنا شاتجي بتيهو او حاجة زيه فاسمه وان كليك لسي ايه بقول له عمل لي تصميم يكون فيه كذا وكذا وكذا فبيعمل لي التصميم طب اطراح لي كذا طب زود لي كذا طب عمل لي كذا فبيبدأ ان هو يمشي معي خطوة وخطوة ويبدأ ان هو يعمل لي التصميم بالشكل دوت فدي اللي هتبقى موجودة بعد كاف اللي تقدر في الريفت ان انت بش لازم تحفظ اباك الحاجات ده ممكن تكتب له تقول له انا عايزك تعمل لي شكل مبنى يكون فيه الدور الاولين كذا والدور التاني كذا والتالك كذا يبدأ يعمل لك التصميم اللي انت عايزه بمجرد الكتابة ده بش خيال علمي ده اللي موجود فعلا حاليا ده موقع بدي له التصميم وهو يبدأ يعمل لي تحليل للانارة الطبيعية وتحليل للسدامة اهتمم جدا موضوع للسدامة لانها مطلوبة جدا ولانها انت بتصمم للاجل انسان فلازم يكون هو الانسان عمارة من اجل انسان فيه صفحة اسمها عمارة من اجل الانسان ياريت الناس تشارك فيها تستفادوا منها فهم عنوات حلو قوي وانت بصمم من اجل الانسان عشان ربنا يارضى عليك يعني اخد الكلمة دي وفكر فيها تفهمها بس محتاج ان انت تفكر فيها دي المنصة لو انت بتتكلم على الحاجات الانشائي فده هيساعدك جدا ان انت تصمم حاجات انشائية تمام ده برنامج اسم ماجي كاد ده بيصمم حاجاتك جدا في الكاهروميكانيكال تمام فلازم ان احنا ايه احساس بتاع الكاهروميكانيكال بيزعلهم تمام دي حاجة للكاهروميكانيكال دي تحويل الكتابة الاتوكايد يعني انت تكتب هو يطلع لك لوحد اتوكايد تقول له صمم لي اتوكايد كزا ده موقع ممتاز جدا ده مصممه دكتور محمد شكور حاولوا ان انت تخش على الموقع دوت وتعمله حساب ده ممكن اتديله مثلا تصمات هو يبدأ يعمللي حاجات بشكل كوي جدا دي التولز اللي موجودة حاجات مثلا بتعمل رندر للإنترور اي 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 الانترور اي اي يحسن لك الرندر ممكن تقول له اعمللي الكونسبت يبدأ ان هو يعمل لك كونسبت ممكن تقول له تيكست يحول هالك الصورة تمام خليها نشوف انا عملت بعض التصمات من خلاله لا بدي بش في تحتنا دي مسلا دي كانت حاجة تبع غزة اديته شكل الحقيقي وقلت له اعمل لي تصمات لها فبدأ يعمل لي تصمات هنا لفينجروم اديته صورة وقلت له اعمل لي رندر بشكل معين فاعمل هالك بشكل رائع ده اللي احنا استخدامنا اسكيتش تو امش اديته صورة بابيض و سود وراح محاول هالي لصورة حقيقة تمام الحمدلله هارد بتاع التحرك فمعنوش صور دلوقتي تمام لكن هو الموقع اا قوي جدا ويعني جرب نفحة كترة جدا في الشغل الحقيقي ومنتزج جدا زي مثلا ادينا له صورة للمبنى هندسة وقلت له اعمل لنا بقى رندر با اكتر من الاسلوب فعمل لنا حاجة كترة جدا ده رومشي بيتي ده ممكن تستخدمه كموقع او ممكن تسطب التولز على المبايل بتصور غرفة وتقول له اعمل لي رندر فبيبدأ ان هو يعمل لك حسب الستايل انت عايزه وهوم ستايلر ده موقع سهل جدا في الاستخدام عجبني جدا بنلاقي اا اداية اسمها الفلاب تشغل جوه الريفت والراينو وبرامة كتيرة جدا ممكن تديره اي حاجة وتقول له وصل بينها او عمل لي تصميم او عمل هالي رندر اداية قوي جدا بشغل بزجاجة صناعي نقل ارهيبة جدا بزجاجة صناعي يعني هنا مخارج الهوة قلت له وصل بينهم فادني تصميمات كتيرة جدا واكتراحات وكل توصيله بيقول لي انت كده هتستخدم قد ايه من من الدقطات والدقطات المرنة هتستخدمها قد ايه هنا مسلا قلت له عمل لي رندر للصورة ديت مبنى حيي فبدأ اعمل هالي في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع والخريف وهكذا هنا ساعدني في جينيريوتوب ديزاين ان ادي نتنسامات كتيرة وبدأ اختار منها اللي انا عايزه طيب دي حاجة بقى اسمها اوتوميتيد كومبلاينس تشيك ده برنامج اسم سوليبري ببرمجه ايه مش ببرمجه بكتاب البرمجه لا ده انا بديله قواعد معينة عبا اكتب له اعمل تشيك ان مفيش عمود اطول من كذا اعمل تشيك ان مفيش غرفة وما فيهاش باب وما فيهاش شباك ومساحة الشباك دي تكون قد ايه من مساحة الغرفة فبديله قواعد ويبدأ ان هو يعمل تشيك مثلا انا في فاير دور الريتنج ها قد ايه وهكذا طيب بالنسبة عندنا ادواء كتير جدا بتفيدنا في حاجة زي كده زي مسلا هو يرائب لو حد يدخل وبيش لابس هزاء سيفتي يبدأ يدي انزار لو حد بيستخدم السلم بشكل غير سيفتي يبدأ يديني انزار لو حد يدخل في مكان غير مصموح بيه يدي انزار ده ده الواحد بيلبس حاجة خوزة بيقفها كاميرا فوق وطول ما انت ماشي بيبدأ ان هو يكتب ويسجل لزكاة فيها مشاكل اذا كده يصنع ممكن يفيدني في ايه انا اقترحت لهم حاجتين ان هو طول ما انت ماشي لو لقى خطأ انا مخدش بالي منه لكن هو انا خدت بالي من حاجة زي كده في مشروع تاني يبدأ ينبهني ان في خطأ في كذا 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 يبقى يخلي بالك منه والحاجة التانية ان لو لقى حاجة اتبنت يبدأ يسجلها عنده في البرامافيرا ان الحاجة دي اتنفذت ده حيث ان هو يوفر وقت على البلانر هنا بيرائب الوطيرة تحت الشغل ويشوف هل احنا ماشيين بنفس الكنسيبت او بنفس الطريقة اللي احمد فينا عليها ولا في مشكلة هنا سيفتي لو في حد اخطأ او في حد بيش ماشي بشكل حلو يبدأ ان هو ينبهه ايه ده يدي انزور يوقف الشغل الحاجات دي كلها هو بيتعرف على كل الصورة لو في اي حد لابس بيش لابس الخوزة يبدأ ان هو يدي انزور طيب بالنسبة لي الحاجات خاصة بجي اي اس وكده فعندنا ادوات كثيرة جدا زي ان هو يكتشف السيارات لو في اي حاجة فيها مخالفة يبدأ ان هو ينبهني حد ماشي بسرعة في بيبدأ يديني اشارات لكل حاجة موجودة حد مخالف الاشارة المرور وهكذا لو في اي مشاكل في الطرق يبدأ ان هو ينبهني ان في يكسر فيه شرخ فيه تشاؤقات يبدأ يكشف كل حاجة من خلال الاقمارة الصناعية من خلال الكاميرات من خلال كل حاجة فيبدأ ينبهني للشوارع يقدر ان هو يستنتج الصور من اماكنها ويفهم الاشجار واللافتات وشرط المرور والحاجات دي يعمل لها ابديت على الخرائط زي خرائط جوجل و اوبن ستريت ميل يقدر اكتشف اثار البناء وقطعات الطريق وحدود الارض وكل حاجة لو في اي اماكن في تجمعات مطارية يبدأ ان هو ينبهني لها ممكن نبني مباني سلسية الابعاد بمثلا سيتي انجين طبعا لو حد يستخدم حاجات دي حاولوا تستخدم الحاجة ال اوبن سورس زي كيو جي اي اس ده ممتاز لو في اي كراش يبدأ ان هو ينبهني لها ده اللي هو ال جيو اي اي لو انت عايز بقى تعلم زكاة صناعي هتسيب لك في البرزنتيشن حاجات بالتفصيل لو انت عايز تعلم مثلا حاول تعلم بايسون حاول تتعلم لغة زي برولوج ممكن تستخدم زكاة صناعة في حاجة كترة جدا زكاة صناعة تقدر تشتغل بغير برمجة لكن لو تعلمت برمجة هيسهل عليك كتير في لغة اسمها رينج دي اللي عملها واحد مصري اسمه محمود فايد وكنت شرحتها بالتفصيل من ضمن الناس اللي شاركوا في شرح اللغة ديت بشكل كويس جدا والبي دابلو سي تي برضو البرغامج وزاو الكود تكنولوجي ودي اهم الكورسات اللي انا اخدتها واستفدت منها فاتمنى الناس برضو آآ تاخدها واستفاد منها دي افضل موقع من وجهة نظري تبدأ ان انت تجربها وتشوفها دي لو انت عايز بقى شوية كتب وتفاصيل وحاجات زي كده ابدأ استعين بي المصادر ديت وده التواصل لو انت حابب انت نتواصل مع بعض ان شاء الله اتشرف بازن الله شكرا لكم وشكرا لمعهد هندسة كنججة الطيران وبالتوفيق دايما ان شاء الله